موسيقى موسيقى أنا أحمد يوسف منسق المشاريع التنموية في منظمة بيبل النيد الهدف من خلال هذه المشاريع هو تقديم خدمات الصيانة للبنى التحدية بالتعاون مع المجالس المحلية وذلك من خلال صيان شبكات المياه والصرف الصحي وتقديم آليات للمساعدة في ترحيل النفايات بدأ المشروع منذ سنتين وكان في ثلاث قرى من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة من دعم مهروقات لتشغيل مضخات المياه والجرارات للعمل في مجال النظافة بالإضافة لتأمين رواتب شهرية لعمال مياه والنظافة ثم توسع المشروع في عام 2014 حتى بلغ عدد القرى 35 قرية في كل مرفي حلب وأدلب بالإضافة إلى حلب المدينة حيث تم تنفيذ مشاريع في مجال ترميم وتوسيع شبكات المياه واستبدال شبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى تقديم أدوات لعمال نظافة وتقديم مجموعات توليد كهرباء لدخل مياه من الآبار وذلك بعدة استطاعات تصل حتى 500 كافئة أما في هذا العام فقد استمرت مشاريع المنظمة من تقديم مجموعات توليد الكهرباء لاستخراج المياه من الآبار وتم توزيعها في قرى جديدة حيث بلغ العدد التقريبي أكثر من 20 قرية كما اعتنت المنظمة بموضوع تحليل مياه الشرب المستخرج من الآبار لضمان صلاحيتها للاستخدام البشري كما قامت المنظمة بتقديم جرارات جديدة للعمل في ترحيل النفايات وبلغ العدد الإجمالي للجرارات المقدمة 19 جراراني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله والسلام نحن جميع الترمانين العمال الخارية نشكر موساط بيبو دميد على تحديم جرار نوع كيوت من أجل عمل في وجال النظافة كل الشكر بيبو دميد ونمنع وسيدنا التقدم والنجاعة وقمنا مؤخرا بمشروع ضخم في مدينة سرمدة بريف إدلب الشمالي حيث تم إصلاح المصب الرئيسي للصرف والذي كان سيسبب كارثة بيئية تنعكس آثارها على كافة سكان ريف الشمالي ونتيجة لتشكل مستنقع كبير بلغت مساحته آلاف الأمتار مربعة فقمنا باستبدال قصات المصب الرئيسي بطول أكثر من مئة متر طولي بقصات الإسمنتية مسلحة بقطر واحد متر مع إحداث حفر تفتيش جديدة للتنظيف في المستقبل واستكمالا لمشروع الخدمات المقدمة حرصت المنظمة على تفعيل التعاون والثقة بين الأهالي والمجالس المحلية وذلك من خلال إطلاق برنامج للتوعية من أجل الدفع مقابل الخدمة عن طريق مجموعات التوعية في كل قرية وقد تم إقامة دورات حول موضوع الجباية وكيفية التعاون والتعامل مع كافة شرائح المجتمع ونسعى جاهدين في المستقبل لتوسيع مشاريع البنى التحتية لتشمل الشمال السوري المحرر بالكامل نسأل لله التوفيق والسداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر